مرحبا برج الجوزاء في الكراءة العاطفية لشعر يونيون. انت يا برج الجوزاء في الورد. انت شكلك في حواليك ناس كتير وانت عمالك بتظهر نفسك حتى تلفت انتباه لكل اللي حواليك. وكمان انت عندك شيء انهيته وبدأت فيها اما انهيت علاقة. وابتدأت علاقة جديدة او انهيت موضوع عمل وابتدأت في عمل تاني. اه كمان انت بتحاول انك انت تظهر على السوشيال انك انت شخص مشهور ومرموق وجميل جدا وجداب. وانت طبعا يا برج الجوزاء جداب جدا لكنك انت بتحب انه تظهر التفاصيل هاي او انت في الطاقة تحتك انت بتظهر التفاصيل هاي للاشخاص اللي حواليك. مش شرط لعلاقات. للاصدقاء للمقربين. واحتمال انك انت اه انهيت شيء وانت حابب اه تبدأ من داخلك شيء جديد. انت كأنك اه ان وجعت بما فيه الكفاية وحابب تبلش عالم اخر غير العالم الماضي. فانت بتحاول تطلع من الماضي. انت يمكن ان الشخص هذا تاجأك برسالة وهرب. فانت عشان هيك قررت انه خلص تنهي هذا الالم. انت في نهاية الالم وبداية جديدة عندك. وانت شفت هذا الشخص ممكن متسرع. اه غضوب. ومتهور نوعا ما. وانت شافه انه يعني. اه. كلامه مش مش مطابق لمشاعره. يعني انت يمكن بيجي بيحكي لك كلام غير عن مشاعره. او احساسك انت حس انه مشاعره غير. والكلام اللي بيعطيك هي غير. وانت شفته انه ايام ما بعطلك رسالة ممكن على الانترنت. اه بعطلك رسالة سريعة وهرب. خلنا نشوف هذا الشخص شوه. الهورفينت. الهورفينت والشخص هذا يمكن فيه زواج. اه يمكن هذا شخص مشهور على السوشيال. او شخص اه حاليا. اه بيحاول انه. يتعمق في الدين. او يتعمق في الافكار. او يتعمق في كتب. او اه ينشر مجلات. ينشر كتب معينة. الشخص هذا يمكن بيقيم بال امام جامع. اه يمكن بيقيم بالناس. وبيعطيهم نصائح وارشادات. واحتمال هذا الشخص هو فيه خطوبة او فيه زواج. جديد. يعني اعلن زواجه جديد. او فيه خطوبة. وهو شاعر انه انت اصلا شخص روحاني جدا جدا وطيب. وهو شاعر انك انت اللي اعمالك بتحاول انه تعمل شهرة امام الناس. هو مش شايفك انك انت بتخوت علاقة. لا هو شايفك انه انت بدك تلفت انظار اللي حواليك. يعني مش انه بدك تخوت علاقات. لا انت بدك تحاول انك تكون مشهور. وهو حاسس انه انت الشخص اللي هو للبعض منك يعني اذا كان هذا الشخص مش مرتبط. فهذا الشخص بتمنى انه يرتبط فيكو. لانه هو متجه عليكو. وهو نفس الشيء هو متجه. لانه هو في طاقة في الوجع. وفي احساسه بانه انخدم. خدر. واحساسه انه هو طلع من هاي العلاقة او ايا كان. ازا كان فيه بانكو انفصال. ازا ما كان في الشخص بتعبان جدا وطبطة ا اه اكلها احزان. وهو احساسه بالالم والغدر. ومس شرط ان تكون امتى يا برجا جوزاء غدرته طبعا. يمكن احساسه من نأسل حواليه. ويمكن هو جاء عنده خسارة مادية مش شرط يعني تكون انه انت اللي غادرت او انت عملت له اشي احتمال للبعض منك واحتمال انك انت تكون زعلت هذا الشخص وانت انفصلت عنه بارادتك كامل ارادتك يعني لانه الشخص في الحالة هلانه فيه هو فيه التور في انفصال فأكيد رح يكون الانفصال اما انفصال علاقة فهو حاسس انه انت انتصلت عنه نهائيا او الانفصال جاء من اتجاعك انت يا برج الجوزاء مش من اتجاع هو لبعض منكم طبعا واذا ان هو ينفصل عنكم فهو دعبان وحاسس بالأسى وبالألم وحاسس فقدانكم عفكرات الشخص فهو مفتقدكم مع انه طاقته هون هذا احساس اتجاهكم وهو مبين عندي ان هو اللي طلع من العلاقة اه هو انقطع هو زعلان عشانكم لانه انتو انفصلتوا عن بعض لانه كان احساس انه انتو بتشبه بعض كتير وانت سمي او الشخص اللي بتشبه بالضبط انت الشخص اللي بتشبه انت مراية اقول له له هذا الشخص لهيك هو مفتقدك عفكر هذا الشخص مفتقدك جبتا جبتا وهو بحاول او هو شايفك انه انت انفصلت عنه بسبب انشغاله عنك انت كنت مثلا تحاول انه تلفد انتباهه وتحاول تشاركه بيومك وبالاحداث اللي بتصير عندك وهو كان مطمش وهو انت مانع هذا الشيء خلينا اشوف الرومانس شو بدون يطلقنا غافون يا جماعة بس كان ابني صغير قاعدوان مشاقيتي خلينا نكمل قراءة كنا بدنا نطول الرومانس ننشوف شو وضعكم خلي الجوزاء شكل الانفصال متأثر بحياتك المادية شكلك انت بتحاول انك انت تبدأ بمشروع جديد لانك انت شايف ان حياتك لازم تبلش بمشروع مش بعضفه وكأنك انت بتطلع من كل العواطف والعلاقات لان انا شايف برده هون طاقتك انه يعني مش احساس مشاعر انه انت متلحف للشخص او لا انت شايفه كشخصية ثرتارة وشخص مثلا بيتكلم يعني بيحكي كتيره بيخطفي بيروح او اختفوا مثلا معها وادرجع او اجاء انها العلاقه وروح فانت ست بتتطلع من هاي القيود وتهتم في ماديتك لانك انت بتعاني وحياتك العاطفية تأثيرها مادية ثم انت الشخص صار عنده برده للبعض منكم صار عنده الوضع المالي صار عنده خسارة في وضع المالي لهيك عنده صار اه التور انهير مادية يمكن من بعض منكم احتمال انه يكون للشخص بعاني من وضع مادي سيئ طيب هاد صلميت اه ياس تز اس يور صلميت ايه هاد الشخص طبق مروح طيب هو انا قلتلكو انه لحظة اشوف اه انه حاس ان انت صلميت وحكتلكو انه حاس ان انت صلميت اه كان هون الكروت وحاسمك انت اه انت شخص صلميت تبعا طيب شو مشاعر اتجاهك هو بحاول تشافه بحاول يوازن يزبط نفسه من ناحيته لانه بسبب انه شاف انه هالعلاقة انحطت لها حدود او بلجت الحدود تعل فيها فهو شاف انه لازم يتوازن لانه محتاج للشفاء لانه بمر في مرحلة داخلية انفصال داخلي احساسه داخليا غير عن احساسه خارجيا او شكله خارجيا او مظهره خارجيا فهو حاسس انه لازم يتشافه ويطلع من المرحلة اللي هو فيها هو يمكن انبين لك خارجيا انه هو شجاع اه الرجل المقدام او يعني الشخص المقدام وهو شجاع وهو قدر يترك العلاقة بالفيلم ويروح فانت شافه ظهريا هي لكنه بداخله متدمر يعني هو حاسس بانه مفتقدك بالفقدان هو حاسس انه جروحه عميقة بسبب هذا الانفصال دخلنا اشوف ليش السبب اللي هو يمكن انت حطيت البلوك احتمال يكون ان انت انهات العلاقة في بلوك يمكن انتو تعرفت على الانترنت كمان برضو بتصير احتمال انه انتو تعرفت على الانترنت او انت بتركب على الانترنت احتمال كان لبعض من هذا الشخص متزوج بالسر او طلب الزواج منكو بالسر لبعض منكو واحتمال يعد الشخص انه اخفى عليه عنكو انه هو شخص مرتبط عند ارتباط اخر زواج اخر او مرتبط في اسرته او في ما صير علاقة هو مش عارف ايش هي هاي العلاقة يعني شو مصيرها يعني مسلا هو مرتبط بعلاقة هو نفسه مش عارف شو مصير هاي العلاقة وهو مخفيها عندكم احتمال صار بعض الضلالية في هاي العلاقة يعني في اشياء انت معرفت عن هذا الشخص الا مؤخرا فعشان هيك انت ما بدك تمهي قلم وتبلش حياة جديدة وللبعض منكم هاد الشخص اه زي انا العلاقة معكم بشكل قاسي ووعدكم مسلا بالزواج واخلف هادا الوعد هادا برج الحوض هون عنا برج القوس وبرج التور وبرج العضراء خلنا اشوف الكوفيون هندك الوعد بس عدونا بس هون بحكو لك يس this is your يعني انت الشخص رفيك روحا فهذا الشخص ممكن هذا الانفصال هو من الانفصالات اللي بتحصل في العلاقات اللي لابد انها تحصل عشان انتو الشخصين تحسوا بقيمة بعض يعني اذا ما صارش الافصالة اللي لابدت عن بعض فترة مش رح تحسوا بقيمة بعض البراءة كيف يتم استدعائك لتقدم القيادة انت بتتقدم انت روحنياتك عالية وانت نشيط وبدك تتقدم من الامام انت حابب تطلع من كل الاوجاع ان الشخص هذا شكل اطعبت اطعبت كان بفقن يروح ويرجع يروح ويرجع ويجي حكي لك اللب سخي يروح او يجي حكي لك انت السبب وانت وانت كذا منت وكذا كذا ويروح فجأة يجي فجأة ويروح فجأة فهون قلول لك انت يعني هلأ انت تقطم انت هلأ بستدعو فيك للقيادة انت لازم تصير قائد او انت قائد بلاش انت تصير قائد قائد لمشروع قائد لاطفالك قائد لاي شيء طيب خليها تشوف برده اخلص التلوت هلون ما يكمل لبرج الجوزاء طف طارتكو عادي الو ماء كتير ريكي طار كتير عذر بس راح نقدر ناخده خلينا ناخده ها نشوش ويحكلها الرحمة رئيس الملائكة خفف قلبك فيما يتعلق بهذا المعطف وجميع الاشخاص المعنيين بما في ذلك عمل انت شكلك حامل بقلبك وقدر تنزل للموضوع ويقول لك خفف عن قلبك خفف حتى اللي بتحسوا انه هم معنيين في الموضوع او في حدا مثلا في تدخل طرف او عندكو انتو كنت في زواج انفصلتو في طلاق فهو نقول لك خفف خفف عن نفسك خفف عن المعنيين يعني اللي الناس اللي حوالك اللي هم بحسوا بتعبك ووجعك لانا اكيد لما يشكوك انت موضوع تعبان هم رح ينجوا معاك فهو نبيحكو لك خفف و اه انت شكلك تعبان لستك تخفى علينا او انت بتحاول الكابر انت مكابر انت بتعمل شغلات اه شوي خارج عن عن مش مبادئك اطار اعتقاضاتك انت يعني انت مسلا كانت عندك المسلا انت محدد الاصدقاء عندك او يعني بورة الاصدقاء الصغيرة عندك انت بتوسعها او اطار الاصدقاء عندك انت احد بتوسع يعني مسلا بتزيد متابعينك على السوشياء بتزيد في اصدقائك فبتحاول انه انت تخفف واجعك بهاي الاشياء تحس قلبة نفسك وانت قيم انت الورد وانقول لك انت هلأ وقت لتولى القيادة بس انت خفف عن نفسك بس طيب هو كيف شايفك هو شايفك انك انت مستقر ماديا ومستقر عقليا انت راكز هو شايفك راكز جدا جدا وهو مهجب بشخصيتك هذا الشخص شايفك متواصل شخص متواصل وهو شافك في العلاقة كان شافك انك انت بطيء نوع الماء اثناء العلاقة وكان شافك انك انت بدك علاقة صادقة وسابتة يعني علاقة زواج علاقة ارتباط انت شخص بتحبش اللعب طبعا طبعا عند البعض انت جزا بحكيه للقراءة عكسية فهي جماعة تقبل عكس لانا بتكون توقيته اكدر من توقيت هالشخص عندي على الطاولة طيب وهو شايف انك انت واسق الخطوة يمشي وشافك كمان انه انت اذا بتحدد هدف بتروح له لكن بعقلانية وهو شافك كمان انه انت بتحب تنظر للمستقبل البعيد جدا جدا وشافك نوع الماء انه انت يما بتاخد قرار بتكون بطيء او بتفاجئ بالقرار انت بتكون ما ياخده ومخلص بس انت بتشي بتفاجئ بدون اي سبق انظر هو شافك شخص استقلالي وبتحب تكون حر ومستقل وبتحب القرارك يكون من راسك من عقلك برده لعدراء احتمال اذا الشخص هو طاقة ترابية واحتمال انت في طاقة ترابية يشوفك هو شافك ان انت كان تركيزك على عمل اكتر على الاستقرار المادي على الاستقرار الاسري وكان كمان شافك انت شخص يعني انت مرتبط او انت كنت متجه للارتباط او انت دائما مشاعرك بس نحية الارتباط احتمال انت عندك ارتباط بالعائلة بالاب بالام عندك ام بتراعيها اب بتراعيه اطفال بتراعيها فهو شافك ان انت طويل البال بتروح تتفكر لفترة طويلة لحتى طاعت القرار وانت بتدور على حقائق دائما انت بتحب يكون الشخص قدامك مكشوف مش اه ما بتحبش انت اللف ودوره لانك انت عكتب وانت متواصل جدا وانت بتحب انت واضح نفسك انت واضح هان برج العدراء واحتمال طاقة الشخص في عدراء برده هو شافك في طاقة العدراء برج العدراء معروف انه برج العدراء يعني حرسين على كل شيء حرسين في افكارهم حرسين بكلامهم وهو شافك في برج العدراء حريص بكل شيء او يمكن هو شافك انه انت بتشوفه زي ما حكيت لك هو شاف انه انت بالنسبة له المراد بتركس افعاله بس هو انا شافه هو في طاقة هوائية وكمان هو في طاقة ترابية فكرة بلد يعني هو طاقة ترابية طيب خلينا نشوف هو كيف شاف شخصيتك وشافك انت مشيط متحدف بطاق افكرة انت بتحكي كتير على الانترنت او انت ماسك موضوع السوشال زي كينو بتحاول انو تبتعد عن اوجاعك لكن موش هاي لشخصيتك انه انت دائمين اكتب نشيط سريع الحركة سريع مش سريع الحركة هون انه انت بطي في الحركة لأ هو شافك كجسد سريع الحركة سريع الكلام يعني مش القرار وبعدان انت شخص واضح ومتواصل جدا وانت بتحب لما تاخد قرار تاخده بعقلانية على فكرة شابك مثلا عقلاني جدا 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 وبتعرف تحركت حدود وانت الحطيت حدود مع هذا الشخص للبعض منكو انت الحطيت الحدود مع هذا الشخص للبعض منكو هو الحط انه مش مبين عندي كتير انه هو موجوع فعم بين انه انت تركته بسبب وجعه واحتمال هو كابر على نفسه وعرف انه رح يتعب لكنه اصر انه يتركك فعشان هيكو شايفك انك انت هيا نفسي تركت روان اه فقد صحيح نفسه ايه فوانت هو شافك انك انت كمان غامض. في شيء انت خبيته عنه. اعتقد انت خبيت عن هذا الشخص يا برج الجوزاء. شيء معين كان لازم توضح له اياه. وكمان هو شافك انه انت بتحب تكتم اسرار عائلتك. ما بتحبش انه تطلع في الزرها للجميع. انت بتظهر اللي بيجي مزاجك. ضحك. اه كتباسات. اه فيديوهات اه كلام اه كتب. اي شيء الا اسرار عائلتك. انت محتفظ باسرار عائلتك. ويمكن انت محتفظ مشاعر لشخص انت كنت معاه في زواج. عا فيك انت تحبش حدا يتدخل في شؤونك العائلية. ما شافك? طيب شو نواية من ناحيطك? نواية ونواية انه يظهر امامك بصورة اجمل. هو نواية اااااا. الناشي كلنا بديشوف حالة. برضو نفس الكارتين والطاقة دي اعطى. الشخص هده يحكينا اشيك. الشخص هده بدي يحاولين في امتباهات. ايه بقى. هو بدي يشتغل على نفسه. ويجيك وهو مش في خسارة. وهو متشافي. لانه هلأ هو بش في نفسه. لشاعر انه انه انت ايه شخص بتعرف تشفي نفسك. انت شخص بتعرف تشفي نفسك. حتى ما تركت العلاقة. وهو نواياه انه يشتغل على هاي العلاقة. هو حابب هاي العلاقة. لكنه بده يتباعد شوي ويرجع به قوي. لانه هلأ الضغيفه. خلينا اشوف شخص طرطة. في جاهة. انا شوف انه بده يعرض عليك عرض. لانه هو خطوة هو انه جيب الكوباية. مش انت بتحضر ديليا. فهو بده يعرض عليك عرض. انه نشوف شو هالعرض. اللي ده يعرض عليك. الشخص هذا النفسه يجيك على فكرة الشخص. هو شاب الوحدة والقلق والفاجعة. بالنسبة لما انتو دركته. خوف. خلينا اشوف شخص طرطة. انا شيء يبدلي من المهم. يعني شيء اه بالضيغ في غضبه. بالضيغ في غضبه هذا الشخص. هي شيء ضيغ فيه عنك. خلينا اشوف انا ما اجبتني. انا انا اجبت المهم. طيب. ايه شو نوعي هذا الشخص من حيث اكبر الجوزاء. شو نامي. راجع كل هذه الاذكرى يعطي بينك هست الشخص والميد. هو بيحبك هذا الشخص. لكن ااااااا. في شيء مغضبه منك. هو غضبه منك. لكنه هو خطوة انه انه يخطيه هذا الغضب. وفكرة الشخصة بيستكشف عنك اشياء. عن طريقك انت مش عن طريقه حدا تاني. بده يخفي هذا الغضب. ويعمل حالة انه مسلا ما بده اسمع اي شيء. لابن بطريقة العقلانية والحنية والحنان بده يعرف اللي هو حابب يعرفه عنك. فيه شيء انت الخبيه عنه وحابب يعرفه. الشخص اللي حابب يعرفه عنك. بالمناسبة برضه برج الحط لانه هو برج الجدي. طيب خلينا اشوف هل هذا الشخص بحبك? هل هو هي صوت قياني? الشخص هذا حاسس ان انت بالنسبة له فرصة لا تعوض. هو بحبك الشخص. وهو حاسك ان انت هبه من الله. وكمان هو حاسس ان انت زي شيء تتمنى كيف انت تتمنى مبلغ كبير من المال. هو حاسك كأنه اجاه مال وفير. وكأنه كيف نحكي احنا نتمنى انه مسلا نملك مئات مليون. وكأنه هو ملك مئة مليون ما ملكك. الشخص هذا بحبك وانوية طيب. يعني اكتر منيك مش رح اقدر احكي لكم الابراج. والشخص مش رح اقدر اكتر منيك احكي لكم لانه الشخص هذا عمزت فيها من محبكو. لكن بالدائحة واللي تقص عنك حقيقة ما انت اخفيتها عنه يمكن بسبب انتو انفصلتو. فشكرا لك يا برج الجوزاء. لو سمحت اذا كنت جديد معنا في القناة اشترك فعل الجرس بيوصر في